لا غير السكك الحديدية تنهي مشكلة النقل العام قيل ذلك في مناقشة فكرة مشروع الرؤية المستقبلية فيما تركز الحديث أكثر حول النقل فتحويل السكة الحديدية التابعة للخط الحديدي الحجازي الأردني من القطارات القديمة وإبدالها بالقطارات الخفيفة أمر يمكن تطبيقه على أرض الواقع نحن بالخط الحديد الحجازي إيماننا مطلق بالتطوير على المسار وبالذات أن يكون خطا ناقلا للمواطنين القاطنين على مسافة السكة طبعا المشروع مهم مشروع وطني لديه اهتمام كبير ابتداء من جلالة سيدنا والحكومة الرشيدة في اللقاء الذي جمع مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني وعدد من المؤسسات الرسمية والشركة الهندسية المبادرة تنوعت الآراء بين مؤيدة اعتبرت الفكرة تحيي المنطقة المعطلة وغير النشطة وأخرى عارضت في بعض الجوانب مؤكدة حاجتها لمزيد من الدراسات وبيان الجدوى الاقتصادية الأشياء اللي في مخاوف عليها رح تبين أكثر بعد الدراسة ورح يبين أنه إذا رح تنعمل ولا مش رح تنعمل بس هاي مش رح يبين إشي عمين ما طبعا يبلش المشروع ويبلش الدراسة الكاملة المدققة للمشروع الرؤية المستقبلية فكرة مشروع لإنشاء حديقة عامة مجانية وذاتية التمويل من ضمنه استبدال القطار الحالي بالقطارات الخفيفة يمتد من الرصيفة وحتى مطار الملكة علياء الدولي إضافة إلى الربط بين العاصمة ومحافظة الزرقاء موافقة مبدئية على تحقيق حلم الأردني والأردنيين في تنفيذ فكرة مشروع وطني ريادي يستهدف الحد من أزمات المرور الخانقة والارتقاء بقطاع النقل العام حمد أبو عرقوب رؤية